اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين في فيديو جديد وتوقعات الاخيرة للمنادي ابو عالي الشايباني على نهاية عام 22 قبل ما نبدأ ونعرف ايه اللي قاله ابو عالي الشايباني في المرحلة القادمة بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وياريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان نوصل لكل الناس الحقيقة اخر حلقة كان منزلة على قناة الرسمية قناة ضروب الرجاء اتكلم اول حاجة في التوقعات عن اخر قرار اتخذته ايران لتهدئة الاوضاع والمظاهرات الموجودة حاليا قال ان ايران اتخذت قرار وقف شرطة الاخلاق وقال انا مش معها اه ان كانوا يردوا على كلامي او ما يردوش ده كلامه يا جماعة انا بنقل لكم كل حاجة زي ما وقالها اه وقال السبب في كده انتوا لو تنزلتوا من نهاردة عن حاجة عشان تهدوا الناس بكرة هتلبوا منكم حاجات تانية وهتتنزلوا وبعدين يطلبوا منكم حاجات تانية وهتتنزلوا فالموضوع بدأ بحاجة المطالب مش هتسقط الا بنهايتكم وهتبقى الكارسة لو ما تنزلتوش هيبقى ممكن يقتلوكم كمان علشان اه يعني يخلصوا من الحكم وكل المظاهرات اللي موجودة دي او اه الناس اللي بتنزل على حسب كلامه برضو بأكد هم بيردوا بيها الاجانب والغرب والامريكان بل على العكس عمالي يقول لهم انتو مش بس المفروض كنت تتخلوا القانون دا لا انتو تعملوا قانون اقوى من القانون اللي انتو شلتوه وتخلوا العقوبة كمان اقصى واكبر وهل كمان في توقعاته اه لقد قال مع معلمي لقد رأيته في جنوب لبنان الطائرات تتهاوى او تسقط وهل كمان الغريب في الموضوع ان الطائرات دي اللي هتقع هيبقى بيحاولوا بقدر الامكان يخفوا من اللي موجود فيها علشان ما حدش يعرف الحرب دي مين بيقضها او مين المسؤول عنها والحسب كلامه ان اللي موجود فيها من تمويل سعودي اماراتي علشان يقاتلوا حزب الله في لبنان ولكن الله سوف يكون مع حزب الله وفي نصرتهم على حسب كلامه برضو عشان نستبقى عارفة وقال كمان ان فيما بعد العراقيين واليمنيين هيتحدوا مع بعض وخصوصا الشيعة مع الحزب الله اللي موجود في لبنان وفي سوريا ويعملوا كماشة كبيرة جدا على السعودية وهتقدموا على السعودية وهيحتلوا ارامكو وده برضو من ضمن الكلام اللي قالوا ابو عالي الشايباني وهل هتكون بداية الاحداث هي الحلف السعودي الاماراتي البحريني ايا كان منهم هيتحالفوا مع بعض وهيبدأوا في قتال الحجد الشعبي كلام ده كله هيبقى في السر يعني مش هما اللي هيبتدوا الحرب اعلانية كما كنا عارفين في الحروب جيش وكلام ده لا بيولت بحروب سرية والتحالفات سرية هينتج عنها ضرب الحجد الشعبي في العراق وفي عدة اماكن كمان في اليمن كل المطلوب او الهدف من ده كله ان هما يخلصوا من اي حد تبع ايران علشان يبتدوا هما اللي يسيطروا على هذه الدول مش ايران لان طبعا كلنا عارفين يعني معظم العراق ومعظم اليمن وفي حدث في سوريا وفي حدث في لبنان التأثير فيها الايراني كبير جدا كل الهدف من هذه التحالفات ان هما يخلصوا من التأثير الايراني على تلك الدول لذلك قال ان الاحداث القادمة هتكون مرعبة جدا وبيقول كمان ان لو ترامب هو اللي مسك امريكا هيزيد الموضوع لان هو هيساعدهم لان معهم من الاول فالموضوع هيبقى مش سهل جدا في البداية ان هيحصل فيها مشاكل ومعارك كبيرة جدا في بعض الاماكن في دولة العراق وفي دولة اليمن في حد ممكن يسألني طبش مان هيبدأوا بالعراق او الكلام ده لان بيقول ابو عالي الشايباني ان لو قسرت شوكة ايران في دولة العراق انتهت ايران علشان كده بيقول ان الحرب التي هيقودها العرب وبقول تاني وبكرر كلامي العرب هتكون في لبنان وفي العراق وفي تلك الدول كل ده علشان يكسروا شوكة ايران وما تكونش مسيطرة على تلك الدول ولكن هتبدأ سكوتهم او هزمتهم بسكوت الطيارات بتاعتهم لان الهجوم الاول هيكون عن طريق الطيارات والموضوع هيبدأ في لبنان زي ما احنا قلنا او جنوب لبنان وخصوصا الهدف كله هو ان هما يكسروا حزب الله او المقاومة لان باعتباروا جزء يعني لا تجزأ من ايران فبيقول في الاول هتيجي طيارات حوالي خمس او ست طيارات من اف خمستاشر او اف ستاشر طيارات مسلحة كبيرة جدا هيتم ان هما هيسكوتوا تلك الطائرات وهيأسروا الطيارين بتاعهم وده بسببه هيفضحوا تلك الدول من خلال الاعلام بتاعهم ان هعرفوا من خلال الطيارين دور اصلهم ومجاين منين وكل الحاجات دي فهتبقى فضيحة كبيرة جدا وسكوت مدوي لتلك التحالفات على حسب كلامه اما الضرب في العراق هيكون في حتتين اللي هو الكوفة والنجف دي اكتر الاماكن اللي هيتم فيها المشاكل كلها والضرب او العمليات الارهابية على حسب كلامه اللي بسببه هنشوف دماء كثرين من العراقيين فيها فهو بيقول انا شايف القتل هيكون ما بين الكوفة والنجف وبيأكد على كلامه وبعدين انتقل في فيديو اخر اتكلم فيه عن ما يحدث في اوروبا الان وبيقول كل اللي بنشوفه دلوقتي من حرب وفيضان وجفاف واوبئة ومشاكل وثورات كل ده عبارة عن انتقام من اللي عملته اوروبا وهو انتقام الهي وطبعا قال لو حصلت كل المشاكل دي في اوروبا يعني هما هيهربوا يروحوا فين هيروحوا مثلا لبنان هيروحوا الخليج هيروحوا مش عارفة دول ايه عربية هيبتدوا يهربوا بسبب المشاكل وبسبب الحاجات اللي حصل عندهم وكمان حتى ممكن يهربوا لقطر بس قال جملة الحقيقة غريبة شوية استوقفتني قالت قطر قبل الاولمبياد مزاي ما هتكون بعد الاولمبياد واكد على كلامه تاني وقال ان قطر مش هتكون زي ما فتحت او عملت الاولمبياد ومسابقات كرة القدم العالمية لان اللي هيجي البعض كده لقطر عبارة عن ان جرح او قلم هو موجود حاليا مش هتحس به الا ما الموضوع يخلص اني شايف ان في مشاكل قطر هتخش فيها بسبب ممكن قراراتهم ممكن الحاجات اللي فرضوها على بعض الاوروبيين وبدأنا نشوف الموضوع ده بعينينا بانهم بدأوا يعني يحذروا قطر او بمعنى اصح يقفلوا حاجات كتيرة كانت من مفروض استثمارات مفتوحة لقطر في بعض الدول فتخيلوا بقى بعد الاولمبياد هتبقى ضربتهم عاملة ازاي ويقول كمان كل اللي بنتمناه هو ان ربنا يحفظ قطر ويحفظ عليها من اي اخطار وعلى فكرة كل اللي عايزة اقوله بالرغم ان الامريكي حبيب قطر هو لا يريد الخير لقطر وبيقول كمان ولكن السعودية افاقت وعرفت ان الامريكي ليس له زمة وملوش لها وعد ولا عهد اي يعني من التاريخ بان جدا فغيرت مصرها قبل ما تقع في الخية زم ما بيقولوا وبيقول كمان السعودية افاقت اللي حصل معها من امريكا وانها عرفت المفروض انها لا تتبع الامريكان وعليها ان تتحمل التبعات وقال كمان ابو عالي الشايباني هسأل سؤال شوية معروف ان السعودية منع السعوديين يروحوا لبنان حتى لو ممكن في الاخبار وفي الحاجات زي كده اه لا ما فيش منع ولكن في الحقيقة في منع ومش سهل يروح السعوديين للبنان فبيقول لما يحصل قرار زي كده ده معناه ان السعوديين اعلنوا الحرب على لبنان او مش موافقين على اللي بيحصل في لبنان عشان كده ما بيودوش السعوديين هناك فدي كانت توقعات ابو عالي الشايباني الاخيرة من خلال كذا فيديو ومن خلال كذا موقع بصوته علشان نقول لكم وجهة نظره في توقعات المرحلة القادمة طبعا كلنا نعلم ان لا يعلم الغيب الا الله وان دي مجرد توقعات الله اعلم حقيقية ولا تحليلات ولا اي كلام ده انا بنقول لكم كل حاجة زي ما هي وسيبر ايكم انتم تحت في الوصف في التعليقات اسفل الفيديو علشان تقولوا رأيكم بكل صراحة ان كنتم معا او ضده شكرا اشوفكم بخير في فيديو جديد ونتمنى لكم كل الخير والسلامة ان شاء الله اه في عام جديد هيدخل علينا الفين تلاتة وعشرين نتمنى ان شاء الله الخير لكل الدول العربية اهم شيء ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وعشان تقدروا تكون متابعين معانا كل الحاجة بتنزل ياريت تعملوا لايك وشيل الفيديو عشان يوصل لكل الناس